السلام عليكم الصباح والهمة النهارة ان شاء الله هنتكلم على تعريف نمزجة معلومات البناء وفي تعريف كتير خلينا نقول مثلا ان البيم هو تكنولوجيا تعتمد في اساسها على دمج عملات التوصيف والنمزجة مع هيئة شكل المبنى يعني بدل ما في ورق او في ملفات خاصة بوصف كل عنصر لا هتبقى موجودة في قلب الملفات اللي موجودة على شكل المبنى يعني بدل ما كان عندي مثلا بعمل موديل سري دي وبقى في ملفات وانا مش عارف الحاجة دي مرتبطة بايه بقت جواها دلوقتي هو اختصار لنمزجة معلومات البناء اللي هي معناها ان احنا هنصمم نموذج المبنى بكل المعلومات والبيانات الخاصة بيه ونموذج مش معناها بس سري دي لا ده هو محاكاة وتوصيف لكل والعمليات هيمر بها المبنى من اول ما نفكر نحن اللي منيه لحد ما الناس تسكن فيه لحد ما تفكر ان انت تهده تمام حتى العمليات انهاء المبنى فهو شكل سري دي بالخصص اللي فيها وفيه نقدر نضيف عمل وقت تكلفها نقدر نضيفها كترة جدا نعمل كترة جدا نقدر نضيفها الاكتر من مجرد سري دي واذا احنا وصلنا كده بلدنج بلدنج يعني كل انواع المباني المدارس منازل ويشمل برضو الطرق والكباري والمنشآت اي حاجة بيبنيها الانسان وبتشمل برضو فكرة البنى فكرة الفعل البنى وفكرة المبنى نفسه القام بذات البنى ممكن نعمل مبنى موجود نعمله بحيس نستغيره في موضوع السيارة يعني نحط كل المعلومات والبيانات الخاصة بنوع المبنى والعناصر وكل عنصر نحط الخصائص بتاعته باش مجرد معلومات المبنى خلاص لا ده كل عنصر في المبنى كل حيطة كل شباية كل باب كل حاجة المودلينج ده نموذج مرء المعلومات المرفقة وتوصيف حي اخصاص العناصر الفكرة نفسها بدأت سنة الف تسعمائة اثنين وتسعين تمام بس مكنش اسمها بيم كان فكرة ان احنا نعمل مودلينج وبعد كده في سنة خمسة وعين زهر مفهوم بيلدينج ديسكريبشن سيستيم وبعد كده وبعد كده ظهر فكرة البيم وبعد كده بدأ اول بردناميكس الف سعمائة اربعة وتمانين اسمه رادار ار اي دي اي ار شركت جرافي سوفت وبعد كده اربعة وتسعين بدأ الاركيكاد وبعد كده اوتودوسك اشتريت الريفيت الفانين وانتين طيب السنة الف سعمائة وتسعين كان مهندس امريكي اسمه دوجلس انجليبيرت او الف في المقالة بتاعته المهندس يبدأ يدخل هال سلسلة المواصفات والبيانات ستة بصة سمك البلاطة اتناشر بصة سمك الجدران الخرصانية وهكسل حد من الشكل يبدأ يظهر قدامنا فقدر المهندس يعينه يعدل عليه وقدر اي حد يستفاد من المعلومات اللي هو عايزه وتبدأ المعلومات تتربط مع بعض فمبدأ ربط المعلومات كان موجود من الف تسعمائة اتنين وستين وكان دوجلس بعمل اه ابحاث عن العلاقة فاعلية بين الانسان الحاسب الالي والاستفادة منها لجعل العالم مكان افضل مش مجرد بهم بس لا هو كان مكان في كل حاجة وعشان ناخد بالنا الراجل ده هو اللي عمل الماوس اللي بيستخدمها مليارات الناس والتحسب الحركة الصغيرة ديت اللي بتحركه كل شوى عشان ندوس هنا وندوس هنا تلاقي المسافة دي ممكن توصلك للامر خلال اه السنة اللي انت شغلت عليها فا ما انت استصغرش ان انت تعمل كل يوم حاجة صغيرة ان انت تحفز كل يوم كلمة انجليزية ان انت تحفز كل يوم اية من القرآن فبين وفاقك ولا تستصغر من معروف شيئا ولو انت لقى اخاك بواجه بواجه متسم كده يعني تمام فبعد كده ظهر المفهوم ده مرة اخرى في مقال علمي اللي فان نيدروفين واخرون وفي ناس كتيرة بدأت تشغل عليه واشهر واحد يعني انقل فكرة البيم كان في كتاب رائع عمله البيم هاندهوك ده كتاب ده هوت ستسل الارسل الى خانس سبعين بتكلم بقى على ما هو نفس البيم يعني مش مهم اسمه ايه لها مشاحت في الاستلاحة تسموه لي بيم تسموه لي المهم ان هو بكلم عن الميم فهوه في كتاب ده شارلز استيمان تكلم عن البرامتر المحددات وزي نولد اشكال سوناية الابعاد من اي شكل مجسم سويس الابعاد هناخد سيكشن ناخد قطاع ناخد فيو فانده نشوف الشكل دوت وانتقط بشدة ان كل مخطط يكون موجود في مكان ونفصل عن اخر زي كان بيلاح كلام يعني فعمل سبع 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 سعين كان شارلز استيمان شغال على مشروع جي ال اي دي دي لغة رسمية لتصميم المتفاعل في جامعة وبدأت منامح الباب متظهر بدأ مبقاش كلام نظري بدأ يبعملي مصطلح توصق على ايد فاندريب فان في كتاب موديلنج مولتيبل فيوز اون بلدنج سنة الف سنواتنا وسعين كل الكلام دوت مشكلة كانت في الاجهزة الهارد وير كان بطيء فتكلفة ان ان انت تشير جهاز كبير تحط فيه باب ويعني وقعدة وكده كان مكلف جدا كان اسهل لك ان انت تتعمل حاجات حيية فشركة جرافي سوفت استخدامت مصطلح الملمة الافتراضي مفيش مسافة بين البرش والبيلدنج هو مصطلح ايه عاملية وده اول نموذج يبنى بشكل كامل بالنظام البابن سنة الف سنوات سبعة وتماليون في برنامج الاركي كات شركة بنت لي استخدامت مصطلح جميل اللي هو الانتجرياتي برويجيكت موديلس شركة استخدامت بيلدنج هو المنتشر والبرنامجة عاصل اسك في الاول كان سنة ثمان و سعين وبعد كده في الفين و اتنين عمل نقلة كبيرة جدا لما اشترت الريفت بمئة ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة مليون دولار طيب اه بالنسبة المقارنة بين الكاد اللي هو كونبيوتر عملية بتعتمد ان انت بتعمل التسميات على الحاسب بمين انت بترسم خطوط لاكثر والاقل و البرامج دي بتعرف ان كلها خطوط او اقواس او كده فانت لما بترسم خطوط بيتطر ان انت تعيد الرسم في البرامج يعني تاخد منك وقت كثير اوي وتقرر ف ان لما بتعمل اي تعديل برضو لازم تعدى على كل اللوحة اللي اتعمل فيها التعدلات دوت و ده امر مرهق اه نمزجة معنوات البلامج بدأت دينا اه عناصر ستواتيات الابعاد نقدر انشغل نلكلالها في البناء اقدر نعمل المحاكاية الرقمية لخصاص المدنة الفيزيائية والوظيفية وبناء نموذج باستخدام تقنية البم بختلف تماما عن مجرد عمل رسومات سنية وسوريسة الابعاد فالاعتماد ان احنا نسابه معناصر ذاكية بيعرف الكم يدر ان ده حيطة ان ده باب ان ده شباك و ده بيوفر عنوات اكتر اوي في الحاصر وفي وبيعرف سمك كل حاجة وطبقات المكونة ليها والخامات وكل الحاجات دي موجودة وتقدر تعملها حاصر سويا من ضمن عناصر المقارنة بين الكاد والبيم ان كاد سنية او سلاسل عباس البم من مال لا نهي من الابعاد في الكاد ده عناصر غير زاكية في البم من العناصر المتفاعلة العناصر في الكاد خطوطه اقويس بينما البم كل بقى حوايت وباب وشبابيك وكل حاجة الكيو كاد دي اشهر برامج الكاد انما في البم اشهر برامج هي الريفت والاركيكيت ترجمة نانسي قنقر